أسرار كونية كبيرة جدا في كل العبادات في سر في الدعاء حد عارف إيه اللي بيحصل إحنا ما نعرفش يعني لماذا يستجيب بهذا الدعاء بالتحديد ولماذا ربنا سبحانه وتعالى يؤجله ولماذا لا يستجيب ويبدله لا نعرف سر في العمرة سر في الصلاة سر كبير في السجود حد عارف ربنا سبحانه وتعالى أقرب ما يكون لنا في السجود طيب حد عارف إيه اللي بيحصل في السجود ما نعرفش يعني فيه حتى لو نعرف حاجات معينة بس فيه أسرار ربانية كونية إحنا مش عارفين بيحصل إيه لكن اللي لازم نعرفه اللي لازم نوصي بيه نفسنا إنه إحنا نعمل ده لأنه جاءت أوامر في القرآن الكريم بإنه إحنا لازم نسجد إحنا النهاردة هنتكلم عن السجدة والسجدة دي ممكن تعمل إيه أو إيه المعلومات المتاحة في فكرة لما أنا بسجد بيحصل إيه فاضلت الشيخ أحمد الصباغ أهلا بحضرتك الله يحفظك يا أستاذة اللهم اقبضنا ونحن سجود يا رب آمين يا رب عوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء مرحبا بكم في برنامجكم اسأل معدو وصلى على الحبيب السجود في القرآن الكريم أول قاعدة من قواعدة السجود القرآني أن السجود لا يخص البشر فقط ولكن كل من في الكون يسجد كما أن كل من في الكون يذكر الله ويسبح قال تعالى وإن من شيء ولله وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور طب السجود ألوى لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل لدرجة من المشركين لما سابوا نفسيهم يسمعوا القرآن على فطرتهم السوية من سيدنا النبي سجدوا أمام الكعبة ليلا وكل منهم يظن أن صاحبه هو الموجود بجواره فسيدنا البخاري بوا بابا في صحيحه في تفسير صورة كتاب التفسير باب تفسير صورة النجم سيدنا البخاري عمل العنوان إيبقى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صورة النجم فسجد بسجوده المسلمون والمشركون والإنس والجن في صحيح البخاري يبقى السماء تسجد وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر يسجد والنجم والشجر يسجدان يبقى كل من في الكون يسجد يسجد بهيئته هو بطبيعة بطريقة لا نعلمها الله يفتعليك يعني الشجر كيف تسجد الشجر الله يفتعليك بطريقة كما يذكرون بطريقة تنتقصه صحيح يسبحون حتى الآية فكرتني بيها يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم نقول بقى ولكن لا تفقهون سجوده نقيس عليها الله يفتعليك يعني كيف يسجدون وبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه من لا يسجد هو خارج عن السياق الكوني الله يفتعليك ما لست كنت أقول لك بقى كل الكون يسجد طوعا إلا ابن آدم هو الذي يكب أن يسجد بعضهم بعض البشر أو إبليس أو إبليس طوعا ده ما لست أقول بقى هو كرهن ده إبليس القاعدة التانية لا كرهن ده فيه تفسير تاني ولله يسجد منفس طوعا وإيه وكرهن طوعا يعني الإنسان يجد بطبيعاته اللي هو المسلم بيصلك طب إيه كرهن ممكن يبقى تعبان مريض القرآن جابها ما قاله وظلالهم بالغدو والآصال بالرحة عليه الظلال اللي هو الضل إيه الغدو والآصال الغدو اللي هو وقت الضحى قبل الظهر حلو أو الصبح كده بعد تطلع الشمس بشوي طب والآصال الأصال وقت المغرب قبل المغرب إيه الظلال بقى يا فندم قالك أن وقت الظهر ووقت البتاقي وذاه بتبص تلاقي الظل بتاع الإنسان تحته وركز بيبقى إيه كلما الشمس تبقى عمودية بيبقى ظلك فين تحتك فبعض الناس فسروا القرآن تفسير ظاهري وقالك وظلالهم يعني ظلك يسجد وقت أن تكون الشمس فوق رأسك الظل نفسه بيسجد من تواقف وانت مساجد بس ظلك تعتبر رأسك فين آه صدق فعلا ممكن ممكن يبقى تفسير هكذا طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال